بدأت اليوم في محافظة إدلب وعموم الشمال السوري حملات التوعية لأجل فيروس كورونا خاصة في التجمعات الكبيرة كما هنا في هذه المخيمات كما تشاهدون التي تعتبر أكبر بؤرة لانتشار الفيروس في حال وصل إلى هذه المناطق والتي تعتبر خالية من أي مراكز توعية صحية ومجتمعية وأيضا منشآت ومرافق عامة كما تشاهدون الآن هذه إحدى نشاطات التوعية للأمهات والأطفال حول هذا الفيروس بعد قرب انتشاره كما قالت مديرية الصحة في محافظة إدلب واحتمال انتشاره خلال الأيام القليلة القادمة ربما في الشمال السوري المنظمات كما تشاهدون تقوم بإجراءات التوعية والشرح للأمهات وأطفالهم حول خطورة هذا الفيروس نحن من فريق الحماية عم نحاول نعطي بعض التوعية للمخيمات المخيمات لأنه إذا انتشر الفيروس رح ينتشر فيها كتير سريع الحمامات مشتركة كل شي عندهم مشترك فعم نحاول قدر الإمكان نفهمون التوعية شو لازم يتصرفوا نقللهم أعراض الفيروس إذا حدا صابوا شي يبلغوا أقرب نقطة طبية وعبيجوا بيسألونا أسئلة مثلا نحن عم نحاول نجاوب عليها بيسألونا على الأعراض شو لازم يعملوا فنحن عم نشرح لهم وهنا كتير متقبلين هذا الوضع وهذا الشي هلأ في عالم كتير عم يتجاوبوا كتير خايفين على حالهم على أولادهم من هالشي عم يحاولوا قدر الإمكان أنه يتجنبوا يخرجوا يعني أو يختلطوا مع بعض أنه مندخل على الخيمة من لأي قاعدة هي أولادة مثلا أنه خايفة تطلع هي أولادة إلا للضرورة إذن يعني كما تشاهدون هنا يعني تستمر حملات التوعية الخاصة هنا للأمهات كما تشاهدون في الصورة يعني لمحاولة لمنع أكبر انتشار للفيروس إذا وصل إلى هذه المنطقة والله إلا أخذنا إجراءات ونحن هاد المرض اسمعنا سماع فيه بس يعني حاليا هوني فيه بدألك كيف بدألك يعني المخيم احتمال يتعرض مي بالمي لهالمرض هذا يعني ما في نظافي نهائيا ما في نظافي نهائيا ما في نظافي من قبل العالم السكني هون والمنظمي لازم كمان تجيب كمامات لهالشعب هون يعني تبخوا يبخوا هيكي لهالمرض هذا هيكي ما فيه شوف طلي هون هذا كلها ياتم من غير هالمرض هذا بيخلق لحاله بيخلق المرض يعني من عدا ما ينتشر هالمرض الكورينا الجي هلا هذا كلها ياتوا جرسي موسخ ومزبوطة للا والعالم هي لحالة من بتدرها الوراء اللي عم بتهاد أنا سمعت انه وحي يشرب يانسون وسوائل ويكي بكيف حالمرض هلا الي يفضل ما تسمعوا للإشاعة طبعا متل ما عم يعطوكن الأطباء ما في أطباء بتجي لعنا ما في أطباء بتجي لعنا ما في نحنا أول ما بركنا أطباء دائما تجي بس حاليا أطباء ما في طاول عدا عن حالي إسعافي طار أصاح حصلت في الليل أو في النهار يعني التصنع على الإسعاف بس أنه أطباء تجي تعطي لأولاد دوء أو كذا ما في شكرا العافية إن شاء الله إذن يعني كما شاهدتم فعلا هي ضعف واضح صحي واجتماعي وتوعية أصلا مجتمعية مفرغة تماما هنا في المخيمات لا توجد أي مسؤولية شخصية أو مجتمعية أو فردية حتى وسط هذه التجمعات التي تعتبر أصلا هي بؤرة كبيرة من الممكن انتشار الفيروس فيها ولا توجد أصلا أي خدمات صحية مع استهتار مجتمعي وفردي وأيضا من السلطات المحلية واضح تجاه هذا الفيروس العالمي الخطير وأيضا مع ضعف كل الإمكانيات المتاحة للوقاية من هذا الفيروس لتلفزيون سوريا مسلم السيد عيسى مدينة إدلب ترجمة نانسي قنقر